أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول رأيت في بعض المقابر على القبور علامات من بوية وأحجار وأخشاب وغيرها هل هل يجوز ذلك؟ أرجو التوضيح في المسألة وضع العلامة التي يستدل بها زائر القبر على قبر صاحبه من حجر أو نحوه لا بأس لذلك وضع الحجر أو وضع عود يغرز على جانب القبر هذا لبأس به أما الألوان الصبغ بالبوية وبالجص أو غير ذلك من الألوان فهذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيص القبور والبوية نوع منه يعني تقارب الجص لأنها تبقى لأنها لون يبقى وإذا فعلت هذا فعله غيرك ثم أصبحت المقبرة كلها ألوان من البويات فهذا حرام ولا يجوز الصبغ بالبوية لا يجوز وكذلك الكتابة على القبر حرام أن يكتب عليه اسم صاحبه أو يكتب عليه رقم أو حرف أو رمز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور فالكتابة بأنواعها والأصباغ بأنواعها لا تجوز على القبور أما وضع علامة ما يعرفها إلا أنت حجر ولا حديدة أو عصى مغروز بجانب القبر لا يعرفه إلا أنت هذا لا بأس به نعم